الحمد لله تتويج لجهود كل العاملين بالنادي من أصغر واحد لغاية كابتن محمود الخطيب رئيس النادي جهود مخلصة استمرت خلال الفترة اللي فاتت في سنة عصيبة فيها الكورونا وفيها تأجيلات كتير وفيها ظروف غير طبيعية حصلت ومع ذلك تمسك النادي الأهلي بالقادة كابتن محمود الخطيب بهوية وشخصية النادي الأهلي وفي النهاية ربنا أكرمنا بنادي من انتصاراتنا دايما وتتوجاتنا جاء في ظروف جميلة أو أن ربنا أتم النعم علينا أن احنا كمنا الثلاثية الحمد لله فضل ربنا بالتتويجات كاعدتنا الحمد لله يعني قلنا قبل كده أن الأول مرة في تاريخ الأندين في قائمة تنزل بالبرنامج مكتوب الحمد لله خلصنا 80% تقريبا من البرنامج اللي وضعناه لنفسنا لنحسب بي قدام جماعة العمية من أيام الانتخابات إن شاء الله يعني تكملة لسلسلة الإنشاءات اللي بتحصل في المقر وفي الروع وشيخ زايد وفي المدينة نصر وإن شاء الله على شهر ستة يكون القاهرة الجديدة تفتح كل الحاجات الملفات اللي هي النادي شغال فيها اللي وغدين على عاطقنا من أول لحظة إن احنا دي لخدمة جماعة العمية للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي العريق ترجمة نانسي قنقر